عقد وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف ومحافظة القليوبية أيمن عطية لقاءً مع قيادات التربية والتعليم بالمحافظة لاستعراض أهم القضايا والتحديات التي تواجه منظومة التعليم في المحافظة وأكد وزير التربية والتعليم أن التعليم يهدف إلى التربية الإيجابية وتنمية قيام الولاء والانتماء والمواطنة ليكون دور المدرسة مكملاً لدور الأسرة وشدد على أهمية معالجة مشكلة الكثافة والعجز في أعداد المعلمين لإثراء العملية التعليمية بما يسهم في جذب الطلاب للمدارس